طيب أول حاجة هنعملها هنتفي عليها مع بعض استثمر مواهبك ولا يضيرك الظروف أول خطوة عشان كده ننتفي فيها مع بعض أن أنت أول حاجة لازم تستثمر المواهب ولا يضيرك الظروف هنقولهم مع بعض ست قطوات وبعدين ناخد واحدة واحدة من إيه يعني نذاكر فيهم مع بعض رقم اتنين اعرف قدر نفسك لازم تعرف قدر نفسك رقم ثلاثة بذل المجهود ودفع التمن رقم أربعة تخلص من الجبل إيه الجبل ده هنعرف بعد شوية خمسة رتب اهتماماتك وأولوياتك هنعرف برضو إيه الموضوع ده ستة من المسؤول عن حياتك يا طرى من المسؤول عن حياتك ناخد بقى واحدة واحدة علشان نركز قوي لأن ده الصميم بقى ده بتاع الحلقة يعني مبنية عليه أول حاجة أن أنت تستثمر مواهبك ومهاراتك وإمكانياتك وقدراتك يعني إيه الكلام ده يعني الإنسان اللي مش بيطور من نفسه هيبقى إنسان قديم هيبقى إنسان عادي يعني اللي كان صوته حلو وأصغير وقولك أنا كان زمان صوته حلو طب وإنت ليه ضيعته لأن أنت ما تمرنتش أنت ما تدربتش واحد يقولك والله يا جماعة أنا كنت برسم حلو جدا بس خلاص بقى ما بيتش أعرف لأن أنت ما تدربتش أنت ما مارستش ده فعلشان كده مهما يقابلك من صعوبات أو مشاكل الضربة التي لا تميتك ولا تقسم ظهرك تقويك اعرف إمكانياتك كويس إيه المتاح هدي مثال الموبايل الموبايل اللي معنا اللي احنا بنستعمله كل شوية في حياتنا ده هل يطرنا طول الوقت كل شغل عليه الفيسبوك وتويتر وبخلاص بتابعي الجديد وعملوا إيه وكل شوية خلي بالكم وكل شوية الحالة نفسها متلخبطة ده خبر حلو بعدين ده خبر عاجل انفجار وده خبر عاجل حصل مش عارفي وبعدين خبر وبعدين خبر كاذب وبعدين خبر كوي فنفسيتي تعبانة لأن انا خليت المواهب بتاعتي والمهارات ملهاش وقت بحاجة ان انا مشغول ومش فاضي في حين ان انت لو خدت من الوقت بتاع الموبايل والفيسبوك شوية وقت هتلاقي عندك وقت تقرأ فيه عندك وقت تزود نفسك تحضر دورات تدريبية تفيدك علشان كده من ضمن استثمار المواهب واحد كان بيستطسمك عشان بيستعرفك ان انت غالي قوي بس لازم تعرف ده فواحد كان بيستطسمك فاستغربوا جدا كلما يستطسمكة كبيرة ياخدوها ياخدها ويرميها يستطسمكة صغيرة ياخدها ويعينها فالناس استغربت جدا يا سيدي انت بترمي السمكة الكبيرة ليه ده احنا كلنا بندور على السمكة الكبيرة فانت بترميه ليه فالمفاجأة كانت فين قال له مصلنا الطاصة او المقلاة اللي انا بعمل فيها السمكة صغيرة وما تاخدش السمكة الكبيرة وما تاخدش السمكة الكبيرة فهل يا تارى أنت بتفكر زيه طب يا سيدي تاخد السمكة الكبيرة وأطحها على قد لإيه المقلاب بتاعتك ليه ترمي آه ما تخافش من التغيير ما تتفاجئش بيه ما تهربش منه جرب وقتحم مش عنا بنقول العقل عدو ما يجهل آه طب ما تخليه مش ما يجهل طب ما تخليه جرب عشان يبقى العقل عرف اللي عايز يعرفه بدل ما هو كله ما يجهل شكرا